موسيقى رجعنا مرة تانية منتكلم عن مكافحة الفساد في مصر وطبعا إذا تكلمنا عن الفساد في حدث ولا حرج فخلينا نقول أنه في عام 2009 كانت مصر احتلت المركز 115 على مستوى 180 دولة في مكافحة الفساد بعد ما كانت بتحتل المركز 105 عام 2007 والمركز 70 عام 2006 في مكافحة الفساد لكن من أيام يمكن أكد المهندس هاني محمود وزير الدولة للتنمية الإقدارية أن مصر احتلت المركز 141 من بين 170 دولة في مكافحة الفساد خلال عام 2013 تعالوا بقى نعرف يعني إيه مكافحة الفساد وإيه يعني احنا بنقول بنبقى عارفين أن عندنا فساد لكن إيه هو تعريف الفساد بالظبط وهل سهل أن نحدد أنواع الفساد وهل سهل أن نحط إيدينا عليه ومين الجهات المنطبية أو المسؤولة عن مكافحة الفساد في مصر وهل هناخد وقت طويل على ما مصر ما يبقاش فيها فساد أقل ده اللي نحاول نعرفه النهاردة من دكتور جميل جمال محمد عد وجمعية المحاسبين القانونيين المصرية والأمريكية مساء الخير يا دكتور مساء النوري شانت أهلا بيكي أهلا بحضرتك تعال نبتدي من تعريف الفساد إيه هو بالظبط بقى تعريف الفساد يعني تعريف العلمي الحقيقة الفساد الأول أحب الأول أرحب بيكي قبل ما أتكلم عن الفساد وأقول عيد سعيدة على إخواننا طبعا بمناسبة يوم القيامة المجيد بوكرا إن شاء الله إن شاء الله سعيد علينا كلنا وآسف بقى أن نحن بنتكلم في موضوع صعب زي الفساد يعني في أجواء عياد عشان كده قلت أن أعيد عليهم في آخر الفقرة عشان ما نبتديش الفساد طبعا أحب أقول الأول إنها ظاهرة عالمية مش ظاهرة طبعا موجودة في مصر بس وكل العالم اهتم بالفساد لأن الفساد أنواع وحجم الأموال اللي بتدخل في نطاق الفساد كبيرة جدا عايز أقول لك إن إحنا تقريبا الفساد العالمي لو تكلمنا على نوع من أنواع الفساد 1.46 تريليون سنويا دولار سنويا ده رقم كبير جدا 1.46 تريليون دولار سنويا حجم نوع من أنواع الفساد يعني الخسارة المادية اللي بتتكبدها البلد نتيجة لوجود فساد نحن بنتكلم على الفساد العالمي لكن في مصر نحن بنتكلم في 22 أو 23 مليار جنيه سنويا نوع من أنواع الفساد الفساد حضرتك باختصار شديد عشان الناس تعرف معناه هو الفساد يعني أكتر من جهة عرفته واختلفوا كتير قوي في تعريفه ولكن كلهم اتفقوا على حاجة واحدة في التعريف دوت قالوا أن الفساد أن الفساد هو استغلال منصب عام لتحقيق هدف شخصية كلهم اتفقوا على تحقيق هدف شخصية يعني أنا في منصب عام في البلد فاستغلت منصبي عشان أحقق هدف شخصي ده أنا كده أعتبر اندركت تحت مفهوم الفساد الأمم المتحدة عرفت الفساد قالت سوق استغلال السلطة البنك الدولي عرف الفساد برضو كلهم عرفوا الفساد بأكتر من نوع منظمة شفاية الدولية عرفت الفساد كلهم اتفقوا على أن سوق استغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب شخصية عشان نحط المفهوم الأبسط عشان الناس تبدأ يعني تاخد الموضوع بمفهومه البسيط منصب عام وتم سوق استغلاله لتحقيق منفعة شخصية أنواع الفساد كتيرة جدا الفساد ليه تسع أنواع لو قسمناهم لأنواع معينة هيبدأ من الرشوة لغايد غسيل الأموال يعني الرشوة نوع من أنواع الفساد عشان احنا المفروض النرة نتكلم عن الفساد بمفهوم الكبير ليه يعني الفساد ايه أنواعه الرشوة نوع من أنواع الفساد موظف خد رشوة ده نوع من أنواع الفساد علشان يعني يمشي على شغله اللي هو مفروض عليه أنه يعمله بياخد مقابل الشغل ده أجر من الدولة هياخد من المواطن أي رقم ولو بسيط ولو كان حتى موظف بسيط ده فساد لا أكبر راس في المسؤولين لو عمل كده مع طبعا اختلاف الأرقام ده برضو فساد بيبدأ يتصاعد أنواع الفساد لغاية ما يوصل لغاية الجريمة بقى المنظمة وغسيل الأموال والمفروض أعين الرشوة المحسوبية أعين موظف في وظيفة لأنه ابن خالي ولا ابن عمتي رغم أنه متقدم للوظيفة ده أكتر من حد ينفع ده فساد الاستغلال منصب عام ده فساد سرقة المال العام ده فساد أاخد كرد من البنك عشان أنا منصب معين بفواد صغيرة ده فساد أخلي حد ياخد كرد بتسهيل وفواد قليلة مقابل عمولة ده فساد كل ده احنا بنتكلم في المواطن نريد بقى عن السلع المسألة للمنتهية الصلاحية الفسدة اللي بتدخل مصر يعني نتكلم عن مصر بقى تحديدا طبعا أجهزة طبية غرصة صلحة التهرب الجمهوركي فساد أغير في مواصفات السلع المستوردة فساد التهرب الضريبي فساد كل دي أنواع للفساد طبعا لما نتكلم عن الفساد لازم نفهم الناس إيه هي أنواع الفساد بيبدأ يتدرج معي أنواع الفساد لغاية ما بيوصل لغسيل الأموال غسيل الأموال ده موضوع كبير جدا برضو الناس مش عارفة يعني إيه غسيل الأموال غسيل الأموال هو إدفاق سفة الشرعية على مال مصدره غير شرعي يعني إيه يعني أنا معي مال جاي من رشوة أو مخدرات أو أي حاجة بتخليف القانون ده مال بالنسبة لي غير شرعي هعمل في إيه وانس إن أنا دخلته البنك وخرجته فأنا معي حفزة من البنك إن أنا خرجته فأنا كده أطفيت عليه سفة الشرعية فخليته وكي إنه شكله شرعي وطبعا إحنا لو بي أو يدخل في مشاريع وهمية ما تكونش بتتربح بالصورة اللي ممكن تجيب الأرقام دي لكن يبان قدام الناس إنه هو شغال في تجارة معه طبعا والأرقام اللي قلتها الحرك في أول البرنامج دي كلها كانت في نوع من أنواع الفساد ده هو غسيل الأموال غسيل الأموال غسيل الأموال خلييني يعني إحنا طبعا كمصريين فاهمين كويس قوي ده يمكن كنت حابة بس أخد تعريف علمي للفساد زي محضرات كده أشارتي دي في نقاط محددة لكن إحنا طبعا عارفين وعارفين إنه ده حاصل عندنا لأسف من زمان جدا وعلشان كده قامت صورة والتانية وبنحاول لدينا بنعافرة هو عشان مصر بيبقاش فيها كل هذا الكامل من الفساد لكن إيه المعايير اللي تخلي أو نقدر نقول نقيس بيها كمية الفساد في دولة ما يعني مصر بتصنف إزاي إنه كنا عن مصر تحديد طبعا حارفين مصر اتأخرت كتير للأسف التصنيف اللي حارفين قلته ده حاجة مؤسفة إنه إحنا نكون بعد صورة والتانية إنه إحنا نلاقي إنه ده تصنيفنا في الفساد لكن هما الحقيقة اختلفت المعايير في قياس الفساد عايزة باش أوضح للناس عشان في حاجة نفاهمها التصنيف ده تصنيف ترتبنا في مكافحة الفساد ولا في حجم الفساد الموجود في مكافحة الفساد إيه الإجراءات اللي الدولة بتعملها عشان تكافح الفساد وده بترجم بشكل طبعا طبيعي بشكل القائد بياخدوا 150 دولة 180 دولة ويبدأوا يعملوا عليهم شوية معايير يعملوا عليهم استقصاء يعني حتى هما بيشوفوا بيعملوا استقصاء عمتا للشركات الأجنبية في البلاد ديت بيشوفوا انتباع الناس في الشارع مدى إدراك الناس للفساد كل دي من ضمن المعايير اللي بناء عليها بيتم قياس الفساد ويحطك في الترتيب بتاعي طيب وإحنا متأخرين قبل إحنا للأسف مصر متأخرة كتير ومصر الثورة قامت عشان فساد وإحنا مازلنا بنحاول ومازلنا بنعافر لكن واضح إن الأمور صعبة جدا في مصر في الجدور أصل وبقى مستقصل يعني الفساد بيأثر على حالك أنا عايز أقول لحرارك إن الفساد طبعا لو إحنا تكلمنا عن فساد مالي ممكن نقول برضو إن إحنا عندنا فساد اقتصادي ممكن نقول عندنا فساد سياسي فساد تشريعي كل فساد أخلاقي أنا عايز أقول لحرارك إن أقصى أنواع الفساد هي الفساد السياسي لأن لو حصل فساد سياسي قوي بينتشر كالعدوى على الفساد الإداري وكالعدوى على الفساد المالي وبيبدأ التلت جهات اللي مسؤولين عن التلت أنواع الفساد دول بيتواطقوا مع بعض عشان يداروا المفسد فيهم لأن كلهم في منظومة واحدة فساد مرض كبير جدا على البلد أنها تفهم إيه هو الفساد وتحربه طيب إحنا هنروح للدستور الجديد دستور 2013 ونشوف إزاي هو تناول بقى للنقاط الخاصة بمكافحة الفساد وخصوصا أنه الفساد من قطر ما استشرى وكتر بقى في ناس عندها حلته يعني من قطر ما هي بقيت أفسادت هي مش متفورة أصلا إنها بتعمل حاجة غلط وده الأخطر يعني إن واحد بيعمل حاجة دميره بيوجه شوية عارف إنه عمل حاجة غلط أهو ده ممكن يبقى فيه أمل لكن في ناس عادي يقول لك ده أنا بأخد عملتي يعني إذا عاديش أنا مشي الشغل ما هو ده بالنسبة لها تمام يعني مش مش شايف إنه بعمل حاجة غلط في ناس صنفة الفساد علي إنه فساد الكبير والفساد الصغير الرشوة اللي إحنا بندفعها في المرور دي فساد صغير يجي بالقضاء عليها إحنا فيه حضرتك ناس اتعامل يعني أدقى إحنا قلنا أبسط أنواع الفساد هو الرشوة حضرتك أنت عارف إن أمريكا كان لها السبق في إنها تحارب الرشوة أصدارت قانون سنة 77 اسمه الفورين كوربيت براكتس أكتس القانون ده بيجرم الرشوة أمريكا رغم إن منظمة الشافية الدولية اللي بدأت اللي بدأنا نسمع عن موضوع الفساد والرشوة وعلى آخره باتداء من سنة 95 وبدأنا سنة ورا سنة نشوف منظمات عالمية تدخل في الموضوع إنها بتعكس انتباع عين بقى حاليا في مصر بقيت الثقافة عامة إنك لما تروح المرور تحط فلوس في إيدا اللي بيعملك الورقة بقيت الثقافة عامة وبيناش حاسين إن إحنا بنعمل حاجة غلط وهي دي الكارسة إحنا عايزين نهد كل المفاهيم دي عايزين نكسر كل الكيود دي عايزين نكسر كل الحواجز في الفساد لازم المسؤولين يساعدونا وإحنا نساعدهم لازم قوانين تطبق لازم يكون فيه عقاب صارم على أي حد يثبت عليه لازم يكون فيه رقابة ولازم يكون فيه ضمير وهل الدستور الجديد بقى هيساعدنا في ده يعني أنا عايزة أقول حضرتك لو ندخلنا في مواد الدستور يعني مثلا المادة 218 حضرتك تحب تخط تقولها أنت يعني إذا أنا عايزة أرهولك وأنت تعقب عليها بس أنا حب أنه حضرتك يمكن هي قدامي حضرتك إن الدولة بتلتزم بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بذلك وتلتزم الهيئات الرقابية والأجهزة والرقابية والمختصة بالتنصيب فيما بينها أنا يمكن خليت حضرتك تقراها لأنه أنا مش عايزة أرى نص المادة على قد ما أنا عايزة الترجمة بتاعته للناس اللي بسيطة يعني المادة دي بتقول إيه بالضبط؟ المادة دي بتقول إن فيه فساد وإن الدولة ملتزمة بيها بالمفهوم البسيط قوي وإن الجهات الرقابية لازم تنصك بينها وبن بعض في محاربة الفساد جهات الرقابية المختصة بمحكافحة الفساد أو محاربة الفساد؟ إحنا الأول لازم نعرف إيه أسباب الفساد إحنا الأسباب من أحد أسباب الفساد يعني أنا روية نظري عن المادة ديت إنها تطرقت لأحد أسباب الفساد وتطرقت لأحد وسائل لعلاج هذه الأسباب يبقى أنا المادة دي بالنسبة لي حاجتين إنها من أحد أسباب الفساد هي تتراكت لهذا الموضوع إيه هي أسباب الفساد؟ حضرتك لازم تعرفي إن تدني الأجور في مصر وتفاوت الأجور ده من أحد أسباب الفساد كويس إن حضرتك تعرفي إن عدم وجود عدالة اقتصادية واجتماعية ده من أحد أسباب الفساد من أحد أسباب الفساد عدم احترام القانون وتجاوز كل القوانين وكتر القوانين في مصر من أحد أنواع والتمييز بين الناس التمييز بين الناس كل ده خلال الناس تتجاوز كل حريك أشارتي إليه من شوية كل حريك ألتيه دلوقتي كل دوت أسباب الفساد كويس؟ هنحل ده إزاي؟ عندنا وسائل كتيرة عندنا اتجاه ديني عندنا اتجاه تشريعي عندنا اتجاه اجتماعي عندنا اتجاه ثقافي عندنا اتجاه مجتمعي عندنا وسائل كتيرة جدا لمحاربة الفساد أحد هذه الوسائل في محاربة الفساد هو أنه نشوف الجهات الرقابية وترابع الفساد فهو نتطرك لأحد الوسائل لكن لازم نقضي على هذه الأسباب كلها هي ليه مصر تتأخر من سنة 2006 زي ما حدر أشارتي لغاية سنة 2013 بعد الثورة مستحيل إن احنا ناخد الرانكينج دوت ليه ده حصل ده حصل لإن احنا مش قادرين نقف على الأسباب الحقيقية للفساد مش قادرين نعالج الأسباب الحقيقية للفساد ما زلنا عملين نتكلم على الجانب التشريعي والقضائي والقضائي والدستوري في معالجة الفساد مش قادر تتكلم على الجانب الثقافي مش قادر تتكلم على دور رجال الدين الخطاب الديني مش قادر تحل المشكلة من جدورها مش قادر تعملت تجيب من فوق لكن احنا لازم نبتدي الحدوتة أو المعالجة من تحت طبعا يعني آه يبقى فيه خطاب ديني بس انت شايف الصراع السياسي على الساحة دلوقتي الناس كلها دلوقتي بقت سايبة كل حاجة والسياسة زي ما تقول كانت تعقول الناس أو يعني فخلت الحكاية يمكن تاهت شوي يعني فلنتخلينه بعد ثورة يناير كمان تحديدا فيه حاجات كتير هتتغير البلد هيبقى فيه حاجات أحسن لكن في الحقيقة زي ما حضرتك شايف تطوره السريع للأحداث ده يعكس لحضرتك حجم الفساد في مصر وان المفسدين مش هيسيبوكي بسهولة انك تعمل اللي انت عايزاه وده واقع لازم نعترف به ونعيشه ولازم كلنا نساعد بعض وموجودين ولسه موجودين ولسه بيحاولوا تاني وسيظلوا يا فاني وسيظلوا لو ماخدناش إجراءات حاسمة ولو البلد ما تحركتش والأياد المرتعشة في اتخاذ القرارات دي بطلناها احنا هنفضل طول عمرنا بنتكلم عن الفساد احنا عايزين بقى نبطل كلام ونحط نقطة ومن أول السطر ونبدأ نعمل أفعال طب الأفعال دي مين الجهات دلوقتي احنا بتدي نتكلم بشكل برضو قانوني عندنا نيابة الإدارية وعندنا رقابة الإدارية وفيه جهاز مركزي للتنظيم والإدارة يعني كمان يمكن البنك المركزي يعني بعيد شوية بس كمان خلينا نقول إنه لو أنا عايز أقول لحضرتك إن مصر فيها أكتر من 40 جهة رقابية يعني احنا مش من قلد الجهات الرقابية عندنا ويتربع بس أنا عايز أقول لحضرتك احنا أنا وانت المواطن العادي بيرائب على الحكومة ازاي أو على السلطة التنفيذية ازاي احنا عندنا ثلاث أنواع من الرقابة لازم الناس تكون عارفاهم أول حاجة إن فيه رقابة ذاتية إن الحكومة بترائب على نفسها السلطة التنفيذية بترائب على نفسها يعني وزارة المالية ترائب على بقية الوزارات دي رقابة ذاتية أنا وانت والشعب العادي اللي مالوش في الموضوع لسه قلقان انتوا بترقبوا على نفسكوا طب أنا منتظر منكوا إيه وبالتالي ده هم لازم يرقبوا على نفسهم الرقابة التانية هي الرقابة الخارجية أو الرقابة مش الداخلية الخارجية زي مين زي الجهاز المركزي المحاسبات الجهاز المركزي المحاسبات بيمثل المحاسب القانوني بيمثل الرقابة الخارجية اللي بتخش ترائب على كل الناس دي اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه احنا يهمنا الجهاز المركزي للمحاسبات وده اللي بيتربع على العرش الجهات الرقابية اللي انا وانت ما عندناش غيره لانه ده الجهة الوحيدة المستقلة اللي لو فقدت استقلالها وهقولها تاني لو فقدت استقلالها يبقى انا وانت مش خلاص نسقط عليها العوض لو الجهاز المركزي للمحاسبات وطبعا انا مستبشر خير في المستشار هشام جنينة اللي تولى مسؤولية الجهاز وعندي معايا كلام كتير جدا خاص بالجهاز المركزي المحاسبات وبقول له ربنا يا اويك وهتعمل ايه في اللي جاي انت ناوي على ايه انا يعني بقول للمستشار هشام انت توليت منصب لازم حردك تكون عارف خطورته بعد ثورة واحنا بنتكلم عن الفساد لازم تعرف ان انت في موقف حساس ولازم اقول لحردك وافكرك ان الجهاز المركزي المحاسبات هو احد مكتسبات ثورة 19 واقعدنا سنين كتيرة قوي على مصادر اول قانون لي لما كان اسمه ديواني المحاسبة سنة 46 وبعد كده سنين طويلة اوي على مصادر اول قانون لي سنة 64 وسنين طويلة اوي على ما عملنا القانون الموحد للجهاز المركزي المحاسبات سنة 88 وده يعكس لحضرتك حجم البط في انك تعمل جهة رقابية حقيقية على بلد استشرق فيها الفساد تحت مهمة جدا كنت احب اوجيه لها رسالة واقول له انت هتكون مين فيهم احنا الجهاز المركزي المحاسبات عدى بعصور طويلة جدا وكان فيهم ناس عملوا تقارير هيلة واصروا عليها وايديهم اللي عملت التقارير بألامهم دوت هي ايديهم اللي كتبت استقالاتهم لما ما حصلش وما اتخذش بتقاريرهم حضرتك اوعى تنسى ان اول تقارير عمله الجهاز المركزي المحاسبات كان عن الاسلحة الفاسدة اللي كانت في فلسطين اوعى تنسى ان المحاسب محمد محمود قدم استقالته زي ما قدم التقارير دوت عشان ما اتخذش بيه في حكومة الوفد اوعى تنسى ان الراجل ده تقدم استقالته وتفضح الموضوع في مجل الشعب بعدها بسنة نتيجة انه هو قدان الملك وقال انه هو خد رشوة وانه هو فاسد بسبب الاسلحة الفاسدة في حرب فلسطين وروحنا بعد كده لعهد جمال عبد الناصر اوعى تنسى ان دستور 56 اقر بان الجهاز المركزي المحاسبات ما ينفعش يحط قلم ولا يراجع الموازنة العامة للدولة بنفس دستوري في عهد جمال عبد الناصر وانتوا تحرمتوا من حاجات كتيرة قوي اوعى تنسى ان احنا في عهد السادات اتنقلت تبعيته والراحة تبعيته الحقيقية فعلا للسادات لمجلس الشعب ولكن السادات لما لقى الموضوع ما جاشر احمر رجعه تاني تبعيته لرئيس الجمهورية اوعى تنسى ان احنا في ايام مبارك شفنا كتير جدا من الجهاز المركزي المحاسبات واحنا مش قادرين ننسى مواقف ناس كتيرة جدا زي المستشار هشام جنينا انه هو لما برضو قدم استقالته لانه هو اتكلم عن الخسخصة واثر انه هو يتكلم عن الخسخصة هو اعطى ان انت في مقر وفي مكان بيصدر في السنة 25000 شعرير وفي اوقات فاتت يعني كان الواحد بيتساءل لان المواطن العادي كان وصل له حجم الفساد وعارف لدرجة انه في النظام السابق في الحقيقة كان الواحد عارف مين فاسد ومين عمل ايه والموضوع كان انا بقول له تحت ايدك يا فاندن في الجهاز انا بقول له تحت ايدك في الجهاز 8000 موظف ووراك تس تمانين تسعين مليون ووراك حضريك ايه ما عندناش غيرك في غياب مجلس شعب لازم حضريك تكون بتتمتع بالحياد الكامل لازم تشتغل على استقلالية الجهاز لازم تفك الجهاز من كل قيوده لازم تفك كل موظفينك من كل قيودهم اقعد اقعد خلينا نقرر المأساة اللي احنا شفناها تقارير كتيرة جدا هتعمل فيها ايه هتعمل ايه في الجهات والوزارات اللي منعتك انك تدخل تفحصها ناوي فيها على ايه لازم تبقى عارف كل ده لازم تبقى عارف ان انت قلمك دوة انت هتتسقل عليه لازم تبقى عارف انك مسكت الجهاز في وقت صعب جدا احنا كلنا ووراك فيه قل لي مطلوب مني ناقي واحنا نعملهولك بس احنا اللي حاول لنا ولا قوة احنا مستنيينك في شهر مارس عشان نشوف ال 25 او ال 20 الف تقرير اللي هتطلعوا انت هتقول فيهم ايه مستنيينك تشوف الوزارات اللي منعت الجهاز ومش هنقدر ننسى مش هنقدر ننسى مواقف كتيرة جدا للجهاز مش هنقدر ننسى ان في 2005 المحكمة الدستورية العليا منعت الجهاز المركزي محاسبات انه يبحث وانه يدخل جواها من 2005 ما عارفش يدخلها كتير جدا من الجهات القضائية كتير جدا من المحاكم التنفيذية منعت الجهاز المركزي وكان فيه وزارات كتيرة جدا منعت مفيش مكاتب للجهاز المركزي جواها باستثناء وزارات بسيطة جدا وكانت مكاتب شكلية زي مثلا وزارة الداخلية الوحيدة من دمن الوزارة او تقريبا وزارات تانية قليلة جدا اللي عاملة مكتب جواها للجهاز المركزي وعلى الرغم من ده عشان احنا لو دخلنا جوا الموضوع على الرغم من دوت هتعمل ايه في المو ان كان متعين في المكتب ده موظف واحد على مدار 12 سنة واللي خلفته فيها واللي الجهاز المركزي خلف فيها كل التعليمات وخلف فيها كل اللوائح اللي قالت ان الحد الاقصى هو تلت سنين انت عادت موظف وكانت موظفة بالمناسبة عادت موظف واحد 12 سنة في المنصب دوت يا جهاز يا مركزي جهاز المركزي زي مالي مواقف مشرفة في عهد الناس دي كلها كان ليه برضو مواقف كان عليها علامات استفهام انت هتعمل ايه نهاردة؟ احنا حاليا نقول ان احنا كلنا برضو زي ما انت بتقول كده يعني يا دكتور ان احنا مستنيين احنا كلنا الشعب دلوقتي بقى خلاص مش مستحمل زي ما بنقوله ومش قادر يستحمل انه يبقى فيه فساد تاني لانه خلاص يمكن الفساد قبل كده اللي كان فساد اللي بالملايين وبالمليارات ما كانش لامس الفقير كان فقير اه لكن دلوقتي يبدأ كله ده يطلع على جتته زي ما بيقوله بالبلد يعني البني قدم الفقير ده بدأ فعلا كمان يحس انه كل اللي اتنهب في سنوات الفاتح دي طالع عليه هو دلوقتي فالناس كمان مش مهم مش هتسكت تاني بس خليني اسألك وارجع تاني لمواد الدستور هل المواد الدستور انا مش هعد افصصها الى لو حضرتك حابب تتلم على المادة مثلا 2221 2121 2117 هل المواد دي كفيلة بان هي اذا طبعا تم تفعيلها بشكل يعني خلينا نقول انه الكلام الدستور كمان محترم حاجة وانه كمان يعني نشوف ده هيطلع منه قوانين بقى ازاي اللي ده مهم تاني دي حاجة وازاي هتتفعل هذه القوانين هل هي كفيلة بان هي تواجه كم الفساد اللي في مصر بص يا فاندي ما انا هتكلم على حاجة بمنتهى الامانة يعني ولا دك ولا كنت مستني حاجة اكتر يعني في معايير دولية عملتها الامم المتحدة لمكافحة الفساد احنا عايزين نستفاد من الخبرات دي واقع تنسوا ان ننسوا المندلة نقل جنوب افريقيا من اكبر دولة عندها فساد الى اكبر دولة عندها الديمقراطية وكان من خلال برضو نص دستوري عمله سنة 94 انا عايز اقول لحضرتك الدستور زي ما قلنا هو جزء من الحل جزء من حل المشكلة ما هواش كل المشكلة يعني حصل جدل كبير جدا على فكرة على المواد الحريك اشارت اليها انا عايز اتكلم على الجدل دوت بسبب ان هم ألغوا المفوضات مكافحة الفساد اللي اقرها الحكومة اللي فاتت في سنة 2012 مفوضات مكافحة الفساد ايه الجدل اللي حصل فيها ان المعايير الدولية اقرت ان مصر لازم يكون عندها مفوضات لمكافحة الفساد فعلا الدستور اللي قبل دوت اشار اليها لغوها في الدستور دوت وحطوا المواد اللي حليك شفتيها ديت القصة كلها ان الجهات الرقابية في مصر كتير جدا بس مفيش تنسيك بينهم المشكلة يا جماعة مش في نص دستوري المشكلة مش في القانون المشكلة انك تشتعل على حياد واستقلالية الجهات دي انت حاول تشوف ليه الجهات دي مش مستقلة حاليني بس اوضح حاجة عشان الناس ما ندعوش تترجم ده الدستور 2012 ومقارنة ما بينه ما بين دستور 2013 يعني انت بتقصد انه ايا كانت المواد اللي كانت موضوعة هنا او موضوعة هنا او حتى انه في مفوضية لمكافحة الفساد العبرة بتفعيل او بوضع القوانين بقى تشريعية تفعل يعني من شأنها انها فعلا تحرب الفساد بشكل حقيقي وواقعي على الارض بدون ده مش هيبقى فيه مكافحة الفساد وهتفضل الاوضاع زي ما هي طبعا انا على الرغم ان انا مع وتوحيد الجهات الرقبية شاف ده ببعا ده مهم جدا مهم جدا التنصيق او التنصيق ما بينهم يعني التنصيق ما بينهم حاجة مهمة جدا انا مع طبعا ايه المشكلة على فكرة حريك في المصور